بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي دكتورة بابيش اشتاوي أنا دكتورة علم نفس التنمية البشرية ماشي؟ طبعاً أنتو عارفين كلكم بقى شباب فأنتو أكيد عارفين تنمية البشرية صح ولا غلط؟ في التنمية البشرية أنا بتعب مع الناس الأكبر شوية لكن بالنسبة للشباب بيبقوا أكتر استجابة فكرة التنمية البشرية إن كل واحد فينا يشتغل على نفسه ماليش دعوه بحد وطبعاً ماليش دعوه بالحكومة ولا بالناس يعني أنت مع نفسك تشوف إيه اللي فيك كويس تشتغل عليه وإيه اللي فيك مش كويس تبتدي أن أنت إيه تعدله متفقين؟ فأي حاجة بقى من بره أنا بحاول إيه يعني أشتغل على نفسي وفيه خبر كويس إن الدنيا بتتغير بفكرة واحد يعني غندي كان واحد صح ولا الغلط؟ كان واحد وهفتاني يعني لو نفخته يطير صح؟ وطلعت حرب كان واحد فمبدئياً بلاشت إيه هو أنا هعمل إيه أنا واحد؟ لا الدنيا بتتغير بفكرة واحدة ماشي؟ من الحاجات الجميلة والرائعة في التنمية البشرية لغة الجسد اللي هي البادي لانجوج إن إنت لما بتشوف حد فلبسه بشكله وهيئته وطريقة كلامه بتبعت رسالة بس للأسف مش كل الناس بتعرف تقرأه ولو إحنا قارننا ما بين الليديز يعني البنات والولاد أو الشباب والشبات هنلاقي يعني الشبات أوكي لكن الولاد لو الشباب ضيعين خالص لدرجة إن هما في أحد الدراسات كانوا بيعملوا زي انترفيو كده فحطوا مراية تصور الناس وداروا وشوهم فأنت ماشي شايف حد في وشك فمعظم الرجالة ما عرفوش مين اللي في وشوهم ده فلما داخلوا قالوا انت شفت الشخص اللي كان في وشك قالوا الشخص التخين ده السخيف هو مش عارف إن هو بس وشه إيه؟ فتقريبا إحنا معظمنا ما بنعرفش شكلنا إيه من هنا لتحت فاهمين؟ مع إن إحنا جسمنا بيقدم إيه؟ رسالة ماشي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم لو إحنا تكلمنا عن لغة الجسد تتخيلوا هنتكلم عن إيه في لغة الجسد؟ يعني إيه؟ تفتكروا؟ هم؟ تعبيرات ملامح الوش وملامح الجسم كله، الإيد والرجل ماشي؟ إيه كمان؟ الحركات الحركات أثناء الكلام أثناء الكلام هم؟ إيه تاني؟ نظرة العيون هل الإكسسوارات تعتبر من body language؟ تعتبر من body language؟ أنا لابسة إيه؟ ولابسات إزاي؟ والألوان من body language النظارات من body language الخواتم من body كل ده جسمي بيقدم به إيه؟ رسالة، فكل ده بعتبروا body إيه؟ body language يعني body language كل حاجة بقى كل حاجة عليا متفقين؟ ليه body language مهم؟ كمان؟ 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 لما لقوا في المحادثة لما بتكلم حد وش الوش يعني واجهة فستو فيس كده لقوا أن الكلام بياخد 35% من اهتمام اللي قدامك أو من التأثير في اللي قدامك لكن شكلك وطريقتك بتاخد كامل باقي اللي هما 65% عشان كده دايما بقول إن الناس لما بتعمل برزنتيشن أو توقف زي كده كتير من الناس يخافون من ده وأنا في أول حياتي كنت بخاف من ده ماشي؟ الفكرة بقى يعني لما عملوا على مستوى العالم دراسة لقوا إن دا الخوف التالت على مستوى العالم يعني كل الناس قريدي بتخاف من الموت كثير من الناس يعني ماشي؟ كلمة كل دي مش علمية فمعظم الناس بيخافوا من الموت ومعظم الناس أقل منهم شوية عدد بيخافوا من الأماكن العالية وبعدين وراهم على طول بيخافوا بقى أن هما ايه؟ يقفوا كده ويتكلموا فإن أنا خاف بقى في الزي دي لأن أنا دايماً ببقى حتى في اهتمامي الناس هيقولوا علي إيه؟ صح والغلط؟ وبقى أكر جداً أنا هقول إيه؟ القصة بقى مش أنت هتقول إيه؟ القصة وما فيها أنت هتقول إزاي؟ هتتكلم إزاي؟ يعني مش مهم هتقول إيه؟ مهم أنت لابس إيه؟ هتتكلم إزاي؟ لما يبقى عندي مثلاً حوار في التلفزيون أهم حاجة للك بتاعي لأن الناس هتشوفني وقالوا كده فعلاً ما تيجي تكلم حتى أو تعمل مقابل أهم حاجة للك بتاعك لكن لو أنا تكلمت في الراديو أو في التلفون لا أنا هقول إيه أهم؟ متفقين؟ عند التفاوت؟ لغة الجسد من 60% لـ 80% من التأثير؟ ماشي؟ والناس بيكونوا من 60% لـ 80% من رأيهم الشخصي في البني آدم اللي بيشفوه فأول أربع دقايق بس أكيد أول أربع دقايق مقدرش يقول كل الكلام اللي قال لو قلنا مثلاً إن فيه اتنين بيتكلموا لو كل واحد دقيقتين؟ صح ولا غلط؟ فهو أول أربع دقايق يبقى بياخدوا صورة عن إيه؟ عن شكله أو انطباعات لابسه أو انطباعات كلامه ماشي؟ من 60% لـ 80% طبعاً بتختلف من شخص الإيه؟ لشخص وتأثير اللغة غير المنطوقة اللي هو الـ body language خمس أضعاف تأثير اللغة الإيه؟ على فكرة ساعات بتبقى قابلة يعني لو قلت لحد كده أحسن ما قوله سكت انت قفل تاني صح ولا غلط؟ فساعات كتير بتبقى اللغة غير المنطوقة بتبقى تأثيرها أكبر كتير من اللغة الإيه؟ من اللغة المنطوقة ماشي؟ دلوقتي عشان هقولكو حاجات في لغة الجسد طبعاً لغة الجسد مش خضع بس الحالتي النفسية دي خضع الحاجات تانية خضع الحالتي الصحية صح؟ يا لو حد عمالي يتململ في الكرسي وكده أنا ممكن أقول ده هو زهقان من المحاضرة لا بس ممكن هو ظهر واجعه ممكن عنده غضروف ممكن عنده مشكلة في رجله صح؟ فعشان أحاول أقرأ لغة جسد حد المفروض أكون جملة مفيدة جملة جسدية مفيدة الجملة الجسدية فيها ثلاث حركات يعني ما ينفعش أخد حركة واحدة إلا لو حركة ظاهرة أو الناس أجمعوا عليه ماشي؟ أقل حاجة ثلاث إيه؟ ثلاث حركات أو في كذا موقف ورا بعض ماشي؟ ده الاتصال من الأشخاص زي ما قلتلكم محتوى الكلام بياخد 7% بس لغة الجسد بتاخد حوالي 55% والصود بياخد 38% كل الدراسات العلم نفس المتوسطات ده في المتوسط ماشي؟ فأكبر حاجة فيهم هي لغة الإيه؟ لغة الجسد بياخد حوالي 55% دلوقتي بقى السؤال قبل ما نبتدي في بعض الإشارات ليه لغة الجسد مهمة؟ وليه أنا لو قريت لغة الجسد هاوصل لحاجات كثير؟ تفتكروا ليه؟ لأن لغة الجسد دي صعب إن أنا حطتها under control يعني أنا ممكن أحفظ كلمتين يجا قولهلكم صح والغلط؟ بس لو أنا متوترة غزب عاني هعمل كده غزب عاني هروح واجي غزب عاني هحاول أشغل أقل الحاجز لأن ده كلها هيجي من العقل الإيه؟ هيبان حتى في نفرة السوت صح؟ فإن العقل الباطل إن أنا أقدر بقى أسيطر على الكلام اللي هقوله ده من العقل الواعي والحركات اللي هي إرادية اللي بتخضع للعقل الباطل أسيطر عليها من العقل الواعي فده مجهود غير فوق العادة فما أقدرش لازم هتفلت حاجة فهمتوا الفكرة إزاي؟ عشان كده البادي لانجويتش أسدى من أنا أتكلم بيبان من الجسم بيبان من الشكل بيبان من الطريقة يعني إحنا مثلا نشوف ناس في الجامعة نعرف إن البنات مع بعض أو أولاد إن هما لو إحنا معدية كده على الجروب لو نجرد ما أنا معدية أشوف هما متفقين مع بعض أو لا لو لقيتم كلهم مستين زي بعض كلهم متفقين يلبسوا جنسات مثلا ده دليل على إنهم متفقين لو هما مش حابين يبقوا زي واحد كل واحدة تمشي بدمخ لهم كل يوم مفيش تقالف من الجروب ساعات في الجامعة وأنتم تعرفوا ده إن البلات بتصلوا ببعض هنلبس النهاردة نلبس تشيرتات أول الشباب نلبسهم صح ولا غلط؟ ده علامة على الاتفاق في الجروب فقعداتهم نفسها هنميدين على بعض يبقى أكيد بينهم إيه؟ تقالفوا البعض عن بعض مهما هما حاولوا يظهروا إن هما بيحبوا بعض ماشي؟ ده صورة الرئيس وزراء أستراليا رئيس وزراء أستراليا طبعاً موجود بقى يوتيوب بقى مادة سريع جداً تتحللوا البادي لانجوش بتاع أي حد فمعدش حد بيفلت يعني زي زمان زمان الراديو كان المشكلة في الكلمة وتونه الصوت وكده لكن دلوقتي بقى فيه كاميرا وفيه تصوير والمشكلة كمان إن الموضوع ده معدش خاضع للدولة يعني لو خاضع للدولة ممكن تلقوا حاجات تتسحبت من التلفزيون وشرائة تتحرقت وكده لكن دلوقتي يبقى على اليوتيوب فبقى بسهولة جداً إن إحنا إيه؟ نلقط الناس فده بوب هوك رئيس وزراء أستراليا كان بيعبر وقفرنا برواتب المديرين التنفيذيين بتوع الشركات انتو عارفين بره غالباً بيبقى على راتب اللي هو المدير التنفيذي ماشي؟ هو كان بيقول إن رواتب السياسيين صغيرة ورواتب المديرين التنفيذيين كبيرة فكل ما يقول رواتب السياسيين صغيرة يفرد إليه وكل ما يقول رواتب المديرين التنفيذيين كبيرة يقفر إليه فجسمه عمل استجابة لللي هو مقتنع اللي هو مقتنع معا permanية و tobو عائدة عن ايديه ده كان بيعبر عن من واحد عن الثقرب لموجود السياسيم لكنو يقول يقول هو رواتب المدرين التنفيذي لكنها Garrido وهو هو صغير لنك الناتر heifer رواتبهم أوريدي كبيرة فهو في عقله الباطل إنها كبيرة فبيفرد ما بين إيديه وكلامه كان بيقوله أن هم بياخدوا حبة إيه صغيرين فلسانه بيقول صغير لكن إيديه بتقول إيه كبيرة والعكس ظهر وهو بيقول بقى المدني التنفيذيين ماشي مش هيقدر يحط جسمه كله ممكن أول بص أولا بتفرق في الفترة الزمنية كل ما انتخدت الناس بالليل أو الصبح بدري كل ما خدتهم على طبعتهم لأنهم خلاص أرهقوا صح؟ فبدل كل ما الواحد بيبقى مرهق ممكن يقول أي حاجة يا أنت لو خدت حد الوقتي بعد الندوة وسألتوا على أي حاجة ممكن يقولك بيبقى خلاص الساعة دخل على عشرة والمواصلات طبعا مزبطانة كلنا بيبقى الكنترول صعب الناس أقلل الكتب بالليل ده بلسانهم فما بالك بالبادي لانجودش فبتفرق في الوقت وبتفرق في الفترة الزمنية أنا هقدر أمثل بجسمي قد إيه ده صعب جدا أن أحطه كله تحت under control بس هقدر لفترة دي أيوه ما أنا هقدر اللي بقوله لا فيه ناس بتكديد يعني فيه إشارات للكذب في لغة الجسد بتبين ففيه واحد عارفها بيحاول يحول بيعنيه أو بيحاول فاهمين قصدي مش هيقدر دايما يعمل ده ومش هيقدر يسيطر على كل جسم ماشي؟ بنقول في الحياة الطبيعية يعني لكن لما تيجي تعمل في لغة الجسد بتاعتك كل ما كانت طبيعية كل ما بيت قريب من الناس صح؟ خصوصا أنه دلوقتي فيه ميكروفونات عارفين يوسف واهبي كان عنده مشكلة لما أمثل في السينما أن هو أول ما بدأ حياته بدأ على مسرح وبعتقدش أن كان فيه ميكروفونات زي كده فكان يبتدي يزع وحركات مبالغ فيه عشان يأثر في الجمهور معي وجود التلفزياز أول ما داخل السينيما فبowany يعمل نفس الأداء فكان أداةء ممكن ممكن يبقى يعني زروا مثلاً سافير والجهنب أداءه يعني رغم أن الفيلم درامي بس قرب ما يكون ممكن هذه لغة جسدية لعلمت الايه؟ السعادة طبعاً رغم أن اصنانه مش باينة فيه بثما مصطنع أو طبيعي الابتسامة المصطنعة بتبقى من نص الوش اللي تحت. كده. الابتسامة الصفرة. عارفنا؟ الصفرة. اكيد شفتوها. ما فيش حد حد دحاكله في عقد. ده منتشرة يعني. اه. الابتسامة الصفرة. اهلا. صح؟ تحس حتى ان ايه. ان ده انو هي بتنزل. اهلا. صح؟ لكن فيه ابتسامة حقيقية. حتى لو سنان ما بنتش. الابتسامة الحقيقية بيبقى ان اللي هنا تلاقي هنا كرمش كده. والعين نفسها بتتحك. وعضلات الوش بتتشد الفوق. فانتو حتى لو انتو داريتو شفايفو. هيباني ان هو مبتسم. هيباني ان هو سعيد. صح؟ على فكرة فيه دراسة حلوة قوي. امريكية. بتقولي ان الساعدة جين وراسي. ملوش علاقة. بتذكر المترو او بالفقر او بالغنى او هاي حاجة. يعني فيه ناس دي ان ابتاحهم سعيد. فيه جين سعيد. وفيه ناس مهما كان عندهم. عندهم كآبة كده. جينات. بس ماشي فاحنا كلنا هنفترض ان احنا عندنا جين السعادة ده. وفيه خبر احلى. ان انت ممكن تتحكم في جيناتك. اللي هو العلم اب جيناتك. بيقوله الانسان ممكن يتحكم في جيناتك. واستدلوا على كده انهم عملوا تجربة للخلايا الجزعية اللي هي خلايا الحبل السري. وحطوها في اوساط مختلفة. فلو خلايا منها تلقيت عضل. وخلايا تلقيت عصب. وخلايا تلقيت عين. فاهمين قصدي. فاحنا كلنا ممكن نبقى صعدة مع نفسنا. بالجين الوراثي. اوكي. اهو استعيد انسحاب زوايا الفم طبعا لأسفل. وعشان اللي بيرسم بقى فيه حد هنا رسم. محدش بيرسم. لو فكرته ترسمه. وتبقى العين. اه طب كويس. الرسمين بيخلوا بالهم من الاماءات دي اكتر من اي حد صح. والعين بيبقى فيها كسرات كده لفوق. والحواجب بتنخفض ايه؟ شوية. وبيديق الجزء له. الاستجابة دي استجابة ايه؟ دهش. ها؟ تعجب. ها؟ خوف. دي استجابة خوف. على فكرة اي حد مندهش طبيعي ان هو يفتح عينيه. صح ولا غلط؟ بس الخوف كمان بيترسم على الشفاية. بحسوا نعم مش هويك. صح؟ خايف. ماشي. دي كمان استجابة خوف. دي زاهرة اكتر ليه؟ تفتكروا. عشان حركة الايد ان هو بيحاول ياخد درع. طبعا اللي حاف مش هيعمل معها حاجة. بس هو استجابة نفسية. عشان كده اللي بيدافع على نفسه تلاقي دايما نقعد كده. او اللي بينام كده بنقول ان هو مش حسس بالامان. صح؟ يعني في علم النفس لما حدي ينام كده زي المومية. ويحاول يشغل اي اقل حيز من الفراغ. نحس ان ده حد مفتقد الامان. ماشي. فادي استجابة خوف. ودي برضو استجابة خوف. صح؟ احساس مش حلو. استجابة فارق. ماشي. اثار الدهشة طبعا والعلامة اللي هي ما بين الحاجبين اللي هي بالعرض كده. بعد كده الجفن العلوي للعين بيرتفع. وبعدين منلاقي انسحاب زوايا لايه؟ الفم. استجابة ايه؟ استجابة غضب. اكتر حاجة بتميز استجابة الغضب ايه؟ المية واحداشر اللي هينا دول. وايه كمان؟ والشفاة بتبقى مزمومة. ليه الشفاة بتبقى مزمومة؟ يعني ليه انا لما بغضب الواحد. يعني لو اديت لقيه عاملة كده صح ولا غلط؟ ولو في شفاة لقيه عاملة كده صح؟ اها او؟ ايه؟ كاتم حاجة جوا. لانه احنا في مواقف الغضب كل ما بنكبر ما بنحولش نستجيب لغضب. صح؟ يعني ساعات نحس ان احنا قدامنا حد لو مسجنا حاجة ممكن نفتح دماغه. فتلاقينا عملنا بادينا كده. ان انا كأني منعة نفسي. لو انا سبت لنفسي اللفز ممكن اسمعه احلى كلام. صح؟ فبتجع بالقيم. والعين نفسها بيبقى فيها وهج زي الشرار في العين. انت ضغط الدم بيعلى فتلاقي العين. انتو عارفين ان القورة او الهالة دي حاجة حقيقية. يعني دلوقتي بتتصور. لايه زي حولنا السيدة المسيح والسيدة العزراء. ان احنا افكارنا بتطلع موجات كهروماجنيتك ويفزي كده. بتطلع موجات فوقنا كده. ماشي. فلاقوا الشخص الغطبان ده القورة بتاعته بيبقى لونها احمر. يعني كل حد له قورة تبع تفكيره. فالاطفال بتبقى القورة بتاعتهم او الهالة خضرة. الغطبان ده بتبقى هالته حمرة. الناس العلماء بتبقى الهالة بتاعتهم صفرة. والشيوخ برضو كبار السنة بتبقى الهالة بتاعتهم خضرة زي الاطفال. ماشي. هذه العلمات تحسوا عيني ضيقة من هنا وهنا المية 11 وزوايا الفم بتاعته ايه؟ مضمون. عارفين الاستجابة دي؟ دي شائعة بين الفتيات في مدارس السنة. بيعلموها البعض. فغالبا بيبصوها للسبيان. صح؟ صح؟ لا. ها؟ سخرية. يعني هي ايه؟ تبصي له كده عن كده؟ صح ولا غلط؟ بجد والله. في بعض الاستجابات. المجموعات بيعلموها البعض. فبتنتشر. فالاستجابة دي منتشرة في سن المراهقة بين سنة السنة. صح؟ يعني لو كان ولد اكيد تبصت له بصة. ممكن مش قصده يعني افتكرته بيعكس عن حاجة بصت له كده. ومو لو بينا ممكن بصتها عشرات المرات. صح ولا غلط؟ هي اهم حاجة فيها ان فيه بس زوايا الفم ايه كده؟ ده يحكم غير نفسي كده. ولو وقفة تقف على جامل. صح؟ اه. يعني انت ما تستهلش انك تدايقني او ايه بتعمله ده او انت ايه ايه يعني. صح؟ بتقلل من شأن اللي قدام. حاسة ان هو حد مش. هي شائعة بين البنات. بس انا اكيد كان بيبصال لحد. يعني هي برضو استجابة ما بين الرجالة. تقريبا مش متذكرة اسمه يعني ما. الاستجابة دي استجابة ايه؟ الحواجب مفروضة ومسحوبة التحت. والعين مركزة كده. وشد اسفل. تحدي. ها. دي استجابة عنف. ده رايح يعمل عملة. يفجر نفسه يفكر كنبيلا. يفجر. فاهمين قصدي؟ تحدي ورايح ياخد خطوة عنيفة. يعني رايح يسلك سلوك عنيف. ماشي. فبتبقى حواجبه مستقيمة كده. على فكرة بتوع جنوب شرقاسية اللي هما الحواجب التشاين. دول اصلا كجنسية فيها عنف. يعني هما كناس فيهم عنف فعل. يعني في الإقسام بتاعتهم عادي كده. يعني مرة حد صاحبنا كان هناك. فبيقول ان فيه شويش. بيحقق في ستاشر قضية قتل سايبينها لشويش. معنى ان هما سايبين ستاشر قضية قتل لشويش. دي حاجة بتحصل يعني عادي. زي واحد كسر إشارة مثلا. فهم فيهم عنف. فلما الإنسان بيبقى استجابة عنف بتبقى حواجب بتحاول تاخد الشكل ده. تبقى الحواجب المستقيمة المشدودة دي. ماشي؟ مع ارتفاع جفن العين ويشد الجفن الأسفل. وهو لو ماشي هتلاقي خطوته عسكرية ومركز للهدف قدامه. يعني كأنه مش شايف اللي على يمينه ولا اللي على شمير. صح؟ خطوة أوسع ما يكون وخطوة عسكرية وبصص قدامه كده ورايا. يعني مفيش أي حاجة هترجعه عن اللي هو ناوي يعمله. ماشي؟ طبعا لو لقيت حد كده تدخل وتقفل عليك على طول. تحت الترابيزة. أيها ده حد مش هيسمع. يعني المنظر لما تقرى البادي لانجوتش بتاع ده حد ماينفعش ان انت تتكلمه. ده سيبه بعدها بساعة 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 أربعة أيام. معنا ما يهدى وتبتدي ان انت تتكلمه. لان دي استجابة عنف. ممكن حده يقفله فعلا يشيله من سكته. مش هتهديه ازاي ده. هو دلوقتي وصل الوضع اللي هو واخد قرار ما يهداش فيه. واخد يا بارك فانتي أحسن حاجة يعني ايه؟ لو وصل على حد ماشي مش موجود. ماشي؟ ده مثال للغات الجسدية نحن نحلل لغة الشخص القدام. سلوكيات بقى لإيه؟ طبعا كل حاجة من جسمي لها رسالة بتقدم رسالة. لو انا جيت اتكلم على الإبهام. عارفيني انه ده الإبهام صح؟ يعني معظم الصوابع وكل صوابع بيشير لحاجة. بس أهم حاجة فيهم الايه؟ الإبهام. الإبهام ده بيدل على الثقة بالنفس. والحد اللي وصلت بالنفسه تلاقي بيكلم بالإبهام ده؟ ماشي؟ ولو تشوف الرجالة بتوعلى أربعينات كانوا بيبقوا ماشيين كده. صح؟ كانوا حاسين بنفسه؟ صح ولا غلط؟ فكل ما أنا في موقف حاسة فيه بنفسي الإبهام بيزهر. طول ما أنا في موقف مش حاسة بيه بنفسي نلاقيه ايه؟ ممكن أحطه في جيبي ممكن أخبيه. ماشي؟ فهو الإبهام بيعمل رسالة. لو أنا دليته كده يبقى أنا مش مبسوطة مش. حط الإبهام بخبيه. يبقى في موقف مش حلو بالنسبة لي. أو عايزة نسحب. ماشي أو مش حاسة بنفسي. كل ما أنا حسيت بنفسي كل ما أنا اتكلمت بالإيه؟ حط الأطفال الصغيرين عشان نعودهم الثقة بالنفس. واللي عايز ثقته بنفسه تزيد يتكلم بالإبهام. يعود نفسه يتكلم بالإبهام. لما يعود نفسه يتكلم بالإبهام ثقته بنفسه هزيد. وبيقولوا البنت اللي بتلبس خاتم في الصباح ده تبقى حاسة قوي بنفسها. على فكرة في بعض الثقافات فيه ناس بيبقوا متعارفين إن هما يسلوكوا سلوك معين عشان يعرفوا بعض. يعني في أحد الثقافات واحدة صاحبتي كنت بره مش في مصر. فبتقول لي أنا لابسة خاتم هنا. عشان أقول للناس إن أنا أفيلابل ومحدش فيها. إنها أفيلابل يعني أنها مش مرتبطة. فهي دي ثقافة ما كانتش منتشرة في الوسط اللي هي بتتحرك فيها. إلا إنها برضو كتحسب نفسها. لإننا لو أنا عملت حاجة عكس ثقافتي أنا عكس ارتياحي نفسي. هلبسه وبعد شوية هخلاقه وخطه في الشنط. صح؟ لأنه مش مريحني. صح ولا غلط؟ إن أنا سيبه في صباعي ده معنى إنهم ريحني نفسي. وده ساعات بيفسر إن أنا ممكن بنت أو ولد. ممكن أنت لازل لابس الساعة بعد شوية تحس إنها مضيقك. ما تنسى أنت حطيتها فيه. لابس كاب مثلا تحس إنه مضيقك صح؟ لو أنا ثبته على راسي. هحس أكيد مستريحة. ماشي. لما نتكلم في الصورة يا فعام. اللي بتلبس خواتم كتير. الإكسسوار اللي هي الخواتم الكتير دي. دي شخصية أقرب للهسترية. عارفيني شخصية الهسترية؟ حد اللبس خواتم كتير قاعد معنا؟ مفتكرش. بيجوا هم حفلات. دول ما تلاقيهم في حفلات الغنى. نادرا ما تلاقيهم في الحفلات دي. حقيقة فعلا. لأنهم ناس أقرب للفن. ناس أقرب للإيحاء. ناس مشاعرهم قريبة. يعني يتنرفزوا بسرعة ويهدوا بسرعة. فمسهولة جدا. ممكن تلاقيها صوتت وزعاقت. وبعد لقتين بتضحك. هسترية. فهي شخصية أقرب ما يكون الهسترية. فممكن بتلاقيش فقعة الكلمة دي. ممكن تلاقيها فقعة التانية. ماشي. نرجع تاني بقى للإبهام. فقلنا إن الإبهام اللي بيتكلم بالإبهام. ده واحد حاسس بنفسه. بيعبر عن ذاته. وشخصيته قوي. لما الإبهام بينسحد. كأن هو إيه؟ بينسحد. لو أنا عندي أطفال أعلمهم يتكلموا بالإبهام. لو أنا استخدمت الإبهام هتعود على إن استخدمه. فشخصيتي هتقوم. سهلة ولا صعبة. ماشي. بصوا الصورة دي. إيه كلها في جيبه. والإبهام إيه؟ والإبهام طار. ماشي. في بعض الأحيان الشباب بيعملوها في جيب البنطلون. حيث إن هو حاطت إيديه في جيب البنطلون لإتنين. والإبهام طال. لما بيبقى ماشي كده. هو مش عايز يسلم على حد. مش عايز حد يكلمه. غير هو ماشي منفتح كده. هو تلقائي مستغني عن الناس. يعني حتى لو تلقائي هو مستغني عن الناس. ماشي حاطت إيديه لإتنين في جيبه وبيتمشت. حسي إن هو ماشي مع نفسه. صح؟ فهو في الحالة دي بيبقى مع نفسه. مش عايز حد يكلمه. هو قريدي هيدي انطباع إن هو عنده إحساس مبالغ فيه بالذات. مستغني عن الناس. مش عايز يكلمه. صح ولا غلط؟ إنت لو شفتي حد حطت إيديه لإتنين في جيبه. وبيتمشى كده. مش عايز كده بحد. صح؟ على فكرة. كل ما الكف ظهر. كل ما ظهر إقبالي أو إن أنا مش مخبية حاجة أو إن أنا مفتوحة على اللي قدامي. كل ما الكف استخبى بقيت أنا مخبية حاجة. فاهمين قصدي؟ علشان كده لما يجي يقول لك حد لما عملتش حاجة ويعمل كده. طبيعي. وأنا عملت حاجة. لما يعمل كت لقي طبيعي فتح إيه؟ فتح إيه. فاللي قدامه أوتوماتيك بيحس بالإيه؟ بالراحة. صح؟ غير لم يقول لك هو أنا عملت حاجة. شفتوا الفرق؟ يعني هو أنا عملت حاجة غير هو أنا عملت حاجة. هو أنا عملت حاجة دي إن أنا كل حاجة مفتوحة مش بخبية حاجة في إيه. لكن لما بقول كده أنا كده مكبرة مساحة جسمي. كإني بستعد الموقف هجومي وحسب نفسي لإني حط إيدي في وسطي. فالإحساس يعني إيه؟ غصب نعناك تقول أنا ما عملتش حاجة. أيوة. ده مش في موقف تسامح بينه وبين اللي قدامه أو مش بيطلب اللي قدام ويغفر له. يعني هو أنا عملت حاجة؟ إيه يعني؟ صح؟ غير هو أنا عملت حاجة؟ صح ولا غلط؟ ماشي. فبتفرق كف الإيد نفسه. كل ما اللي قدامك ظهر كف إيده أو أنت ظهرت كف إيدك لللي قدامك طول ما كانت العلاقة ما فيهاش حاجة مستخبية. واضحة وصريحة. لا لا مش قصدي إن أنا مش كسة بشوح كده. يعني أنا مش بتكلم. ساعات في الخناء ليه الناس بتشوح؟ الناس بتشوح برضو عشان تشغل حيز أكبر من الحيز اللي هي فيه. فتحسس اللي قدامه إن هو حجمه أكبر فيخاف منه. واخد بالك. لما أنا في موقف الاعتذار تلاقيه لما حد بيعتذر بينكمش أنا آسف ويعمل كده. بيشغل أقل مساح عشان اللي قدامه يحس إنه مسيطر عليه فيسامحه. فالتشويح دي حركة كده طلعة فوق نزلة تحت مع حركة سريعة كمان ساعد. فبتعمل اللي قدام كمان توتر. حسنًا؟ السوابع شابكة في بعض مع ارتفاع الإبهام. بدل الإبهام لفوق يبقى طبيعي يحسس بنفسه. صح؟ السوابع شابكة في بعض كده مش حابب إنه يتكلم. أو بيتكلم في موضوع مش حبه. موضوع مش حبه. إيه أنت سألتيه سؤال مش عايز يرد عليه. بس هو مع كده حاسس بإيه؟ بنفسه. ماشي؟ بالنسبة للساعات على فكرة عشان قلنا الإكسسورات دي من الساعات. الساعة الكبيرة بتبرز الشخصية القوية. الساعة الرفيعة بتبرز الشخصية النعمة الأقل. عشان كده لو أنا راح أشغل أنا طبيعي هلبس ساعة كبيرة. عشان اللي قدامي يحس إن أنا بتاعت شغل وشخصيتي قوية. لو أنا خرجة مع خطيبي مش هلبس له ساعة كبيرة بقى لازم يبقى نقطة. قلب الساعة سغير. صح ولا غلط؟ تفرق. ماشي؟ الرجالة طبعا يلبسوا ساعات كبيرة في كل الأحوال. إيه؟ ساعة حائطة. ماشي؟ تفرق. بس تلعت كويسة برض. ماشي؟ ماشي؟ هنا دوي الإبهام مرتفع نفس الصورة بس هنا الإبهام ايه؟ اختفى. هنا هو مش حاسس بنفسه، حاسس بتهديد. فقافل الإبهام دي نفس القصة حاطت صباعه ومطلع منخب الإبهام فهو أكيد مشاعره مش حلو يعني يحسس مشاعر سلبي مشاعر اللي مش حلو في عين نفس بنسميه مشاعر سلبي لغة العيون ماشي لزمان برامة تونس اللي يرحموا كتب فيها قصيدة ماشي العيون أكتر حاجة معبرة صح متفقين لإن العين بتعتبر نافذة الروح لو أنت حد مش حابه مش هتحب تبصره ولو أنت حد حبه هتحب تبصره واكتشفوا إن الناس اللي بيحبوا بعض النيني بتاع عينيهم فيه جوة الجزء الملون بتاع العين الأخضر أو الأزرق ده اللي هو القضاحية بيبقى فيه النيني إنسان العين كده تلاقي دايرة تانية لقوا إن الأمهات لما بيشيلوا أطفالهم الجزء ده بيوسع كأنها بتوسع عدسة العين عشان تاخدوا كله تشوفوا كله ولقوا نفس القصة اللي بيحبوا بعض لما يشوفوا بعض ده اللي بيحصل في النيني إحنا بنسميها عنيه إيه أنت بتقولها عنيه بتلمع بس هي النيني اللي جوة ده تلاقي نفسه إيه وسع فالعين بتاخد شكل تاني ماشي كل ما أنا اللي بيني وبينه كانت مساحة كبيرة كل ما أنا حبيت أشوفه كله كل ما العلاقة قلت كل ما أنا خدت منه جزء فاهمين الفكرة يعني في الأول مثلا النظرة العملية دي قال لنظرة أنه واحد بعمل معه شغل صح فأنا هبصله كده أو بصله كده صح مش محتاجة أشوفه كله على قد الشغل وتأثير عينيه فالنظرة العملية تبقى الجزء اللي فوق كده بس وطبيعي العيون بتحاول تقرأ بعض الشخصية القوية هي شخصية قادرة على التواصل البصري الأطول وقت ممكن يعني كل ما اللي قدامك قدر يبص في عينيك كل ما هو شخصية قوية كل ما اللي قدامك هارب من عينيك كل ما هو جنبك شخصية أي وبتفرق من شخص لشخص يعني ممكن مع حد آه قادر أسيطر أبص في عينيك ممكن حد تاني مقدرش أبص في عينيك صح ولا غلط يبقى هنا في علامة خطر ماشي فالنظرة العملية هي النظرة من فوق على فكرة بقى فيه هنا في الميتافيزيكس أو في الطاقة لو حد فيكم مهتم بالطاقة فيه هنا شكرة شكرة العيني الثالثة اللي هي الشكرة دي الناس بتشوف فيها من غير عيون فاهمين الفكرة؟ يعني مرة الله يرحمه دكتور مصطفى محمود وهو نايم فشاف اتنين صحابه ماشيين وبيحكوا قصة فاتصل بهم قال له فعلا انا كنا نفس المكان اللي سمع منكم الحوار هو عبر التعبير ده قال ده معناه انك ممكن تشوف من غير عيون وتسمع من غير ودان لانه كان نايم وشافه سمع فبتبقى بالعين الثالثة دي ماشي ده الاكسيبراشن اللي هو استخدمه دي بتستقبل وبترسل ماشي الفكرة ايه؟ ان العين دي بقى اللي هي العين الثالثة دي لو انا بصت لحد فيها جامد هو هيحس بالرعب ده اللي فاهمين قصدي يعني لو انا حبيت اخوف حد ابصله هنا هيخاف بيبعد طاقة بتوصل ماشي فالنص لو انت بصت لحد ركست له هنا فانت كمية الطاقة اللي هتبعدها هتبقى اكبر من تأثير دي فهيحس ان هو تحت تهديد لو انت بصت له هنا تخوفي ركستي وبصتي هنا هيخاف ماشي وساعات بيقولوا ان انت لو انت بصت له كده 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 حسب اتجاه السهم كده واتنقلت ما بين التلات عيون بقى ممكن ينفذ اللي انت بتقول عليه وممكن لو شخصية عيندية يشعر بتهديد ويعني يقفل تلاقيه ماشي وقالك الكلام انتهى ما هو خلي بالكم مش كل الناس قبل للضغط يعني فيه حد اضغط عليه جيب فيه حد اضغط عليه انفجر في وشي الناس مش زي بعض ايه حاجة زي كده ماشي النظرة الاجتماعية بتبقى اكبر شوي ده بقى انا واحد مش بس بعمل معاه شغل ده واحد ممكن تربطني معاه علاقة عائلية او علاقة اسرية او ان هو مثلا حد صديقي او احنا اصحاب فبالتالي مش هبص بس الفوق هبص المساحة ايه اكبر شوي ايه نعم اهو جاي اهو اكبر اهو على فكرة ساعات النظرة اللوف دي الحميمية بتمتدل تاخد الجسم كله تحسوا ان هو بيحضنه اللي قدامه بعنيه وبتبقى العين اكتر حنان معرفش يعني لو حتى نظرة العين حده بتلاقيها تنكسر صح يعني تلاقيه نظرة مخملية شوي غير نظرة الشغل مثلا او نظرة صح ولا غلط ماشي انت كلكم عارفين هدي الحاجة الوحيدة انت وشو حدنا جيت تسأله عليها ماشي ففي بقى حاجة كمان مهمة جدا فاكرين زمان لما اكيد كلكم اصلي الامهات برد الامهات بيعلموا بعض اسلوك مكتسب لما كنت نعمل حاجة تقول ابصف عينكم صح اه اه عيني في عين كده انا ماش كده بتعمل كده عيني في عين الكده ايوه الموضوع ده له اساس علمي ايوه له اساس علمي ان العين فعلا بتكشف الكدب من السد انربع ايدينا كده ربع اديكم هتلاقوا ناس الشمال فوق اليمين وناس اليمين فوق الشمال صح كم حد الشمال فوق اليمين كم حد الشمال هلاك الشمال الشمال هذي الشمال الشمال الناس اللي الشمال فوق اليمين على فكرة في كل العالم نسبة الشمال فوق اليمين اعلى غالبكم وانتو تستنتجوا الفرق الناس اللي الشمال فوق اليمين هم ناس أكتر إبداع وبيسيبوا مساحة للمشاعر إنها تتحكم في سلوكيته ماشي الناس اليمين فوق الشمال ناس بيحكموا بعقلهم ما بيسيبوش مساحة لمشاعرهم ماشي أنا كنت زمان على فكرة يمين فوق الشمال وبعدين غيرت فأبدأوا يعني على فكرة اللي بيخلي الإنسان إنسان هي المشاعر بس يعني فيه ريبوتات بتعمل كل حاجة حتى فيه عراء الصين بس ما فيش مشاعر فعيشوا مشاعركم مش هتخسروا حاجة مش دايما بتزبط بالعقل أنت مهما زبطيها بالعقل مش دايما بتزبط لأن فيه جزء أنت مش شايفاه يعني على سبيل المثال لو حد قاعد هنا وصف القاعة اللي احنا فيها فيقول فيه ده تشوء وفيه خشبة مسرح وفيه فانوس صح والغلط لو أنا لأ هقول ده فيه ستارة ومفتوحة من نص وفيه قاعة وارغ لو حد قاعد هنا وصف هيقول شكل لو قاعد هنا وصف هيقول شكل ممكن يتهيأ لنا إن إحنا في أربع قاعات مختلفات إلا إننا في قاعة إيه واحدة صح؟ أضرب لكم يسير لو تقدم لوحدة فيكم اللي هم عايشين بعقلهم لو تقدم لحد واحد مرفوض من الجيش هتتجوزوا كان عليه حكم متجوزوا عند أربع عيال وأكبر منك بخمستاشر سنة وبعدين شكله عادي طويل وأصمر يعني شبه المصرين كلهم شبه حسين فهم على فكرة جهان السادات لما تجوزت أنور السادات كان كده لو واحدتي مهما قلت للي قدامك شخصيته طغي حبيبتي ده ما بيأكلش عيش أنت جوزي حد كويس مستحيل الكلمة اللي قلتيها دي تقنع ولا باباكي ولا مامتك ولا أخوكي ولا ده دليل إن مش دايما العقل بيزبط غير بقول لكم لنماذج أني ناس اتجوزوا ناس وشرفوا في السجن وكانوا واخدونهم بسم الله ما شاء الله صح ولا غلال فمش دايما العقل بيزبط مهما زبطيها بالعقل العقل مهم وكويس بس مهما زبطيها بالعقل مش بتزبط الإحساس جميل إن أنا عيش إحساسي بصي بصي إحساسي غلط غير تصدمت تصدمت حصلت نتيجة أنا مش متوقعة صح بس عادي يعني بس أنا عيشت شوية كويسي ماشي بعدين توقعي الصدمة دائما يعني مش معنا أن أنت تعيش إحساسك ما تتوقعيش الصدمة عيش إحساسك وتوقعي الصدمة واستخدمي عقلك إنك توفري باب للخروج بس كده فتقدر تعملي ميكسي بينهم الاتنين ماشي لو أنتوا بصيتوا على الصورة دي دا كان مشهد يوتيوب بتاعوا عندي والمشهد دا لو أنتوا ركزتوا هتلاقي إن واضحة قوي هنا عنين عنين بتبص ناحية إيه؟ لما أنا بحرك وأكيد في حزن عشان مغترب لما أنا بحرك إيدي اليمين فوق دا معناه إن نص مخي الشمال هو اللي مسيطر وعليه؟ فهنا العقل يعني هنا التحكم وهنا الحفظ وهنا الاستظهار وهنا كل حاجة لو أنا جيت حطيت نص بحرك إيدي الشمال دا معناه نص مخي لإيه؟ اليمين هو المسيطر يبقى هنا مركز الإبداع فكرة إيه بقى؟ إن هو بدل عينيه راحة نحية الشمال هي راحة نحية نص مخه الشغال نين العين بينتقل نحية نص المخ الشغال فهو هنا أنه النص اللي اشتغل عنده الشمال اللي هو النص الحفظ هو تقريباً هو بيمثل نسي فبيفتكر هيقول إيه؟ المخرج ما خدش باله منها يعني لو شفتها في يوتيوب تلاقي نص ثانية كده مش مركز وانا كنت بقوليه أوكي؟ لما حد بيكتب بقى بتلاقوا إنني العين راح نحية التانية لإن الكتب إبداع أنا عشان بكتب ببدع كتب أيو ببدع مش إبداع طيب؟ فهيروح نحية إيه؟ النص اليمين لكن لو أنا بقولي الحقيقة هحاول أفتكر فعناية تبقى زيه كده بحاول أفتكر المشهد أحاول أفتكر الكلام فنني عن العين بيروح نحية الجزء الشغال الناحية دي أو الناحية إيه دي أوكي؟ هما الاتنين بيشتغلوا بس فيه بيبقى جزء مسيطر وبيبقى حسب الموقف يعني أنا ساعات لما بقى في وسط ناس مش حباهم أو بدي محضرة أو بحسن استجابتهم مش ظريفة أو فيه ساعات ناس بيبقوا زي بيترصد وكده أو إن أنا مش عايزة سيب نفسي المشاعري قدامهم لإن مشاعري سلبية في الحالة دي بتبقى حركة إيد اليمين أكتر وبتبقى إيد اليمين هي المسيطرة لإن أنا مش عايزة سيب نفسي لإنفعالاتي لو أنا عند طبيب الأسنان نفس القصة بيبقى نص اليمين فوق نصي لإيه؟ الشمال لإني لو سبت نفسي لإنفعالاتي ممكن أن أنا أستجيب أي استجابة سلبية ممكن صوتي يعلى ممكن أزعع ممكن أستجيبلي القلم فبحاول كأني بمسك مشاعر أوكي؟ إيماءات الدراع تفتكروا الدراع إيماءاته مهمة في إيه؟ إيه؟ في إشارة المرور معقول برد بس بالليل بيستخدموا الإشارة اللي هي فيها الفصفوري دي بيقلم ممكن في الاحتواء وفي التحدي وفي السلام في السلام لازم لقيدين إيه؟ على ذكر السلام مع انتشار الثقافة الأجنبية والأمريكية تحديداً بقت لغة الجسد الأمريكية هي الشائعة يعني إحنا كانت لما حد يقول لحد إيه لا اللقاء كان بيعمل كده وإحنا صغيرين دلوقتي بقى بيعمل كده لأن الأمريكان بيعملوا كده فإحنا بزجنا باللي اتنين أو ما بيحركش بدأت نوعاً ما الثقافة دي تتراجع لانتشار الثقافة الأجنبية اللي هو إن وجود بقى في أفلام الأجنبية أو فبقيت نوعاً ما هي الثقافة المسيطرة ودي بتظهر نفس القصة في الألوان ونفس القصة في الأزياء ونفس القصة في كل حاجة لا أنت بتحاولي تعملي حاجة ميكس هي غريبة تماماً عن بتاعي يعني أنا لما روحت أمريكا كانت إيه؟ بتعملي كده سوزان كل شوي أنا أروح أمري أجعلها تاني أنا أتهيألي أستجيب استجابة إنها بتنادي علي وخدت وقت على ما أدري أنا عارفة بس أنا من عقل الباطن يعني فأنا عالت وكل ما الإنسان كان مرهى كل ما استجابته بتبقى طبع عقل الباطن أسرع فدلوقتي بيعملوا كده يعني ما بقيتش ما عدتش بشوف دي نادراً لما بشوف يا إما بشوف دي استجابات الزراع مهمة لو أنا على فكرة ربط الزراع اللي بيحط دراعه بيربط كده دي استجابة سلبة يعني أنا مفروض تفكي دراعك حقيقة هما للأسف مش عارفة ليه في المدارس ولو حد فيكو شغال في التعليم أو صاحبه مدرس بلاش الولاد يعودوا كده ده فيها قهر في التفاوض في التفاوض لو أنا بطلب من حد حاجة وهو راب الدراع وقدام صدره زي ما كانوا المزعين بيصوروا كده ده معناه أنه هيرفض بني وبينه حاجز لو مركزه أعلى من مركزي أدي له حاجة فلما أدي له حاجة هيفتح حاجة نبتدي نتكلم فبعض الأحيان بتبقى عادة بس هي عمتا الاستجابة سلبية كل ما يعني أنا أول ما دخلت المحاضرة كان كتير منكو قفلين إيديهم دلوقتي نوعا ما الدنيا بدأت تفتح ده خبر كويس بالنسبة لي إحساس كويس آه طبعا الشمال على يمين على يمين الشمال بس هي عمتا ربطة الإيدين الإيد قدامي السدر مش حلو وبتدي للي قدامك إن أنت بتدافع عن نفسك إن أنت بتتهاجم أنا بدل بدافع إن حد بيهاجمني وبدل اتخذت موقف دفاعي يبقى اللي بيهاجمني دا كأنه هزني من جوه فأنا ابتديت أخد موقف دفاعي إن أنا أربط دراعي وأعقد دراعي قدام بعض كل ما أنا حسيت بارتياح وبسيقة كل ما أنا فردت إيدي هيا ارتبطت عندنا بالإنصاط من وإحنا أطفال كانوا بيقعدونا كده في المدارس غلط يعني إيه المشكلة إن أنا أعد كده وهسمع برضو المدرس يعني إيه المشكلة؟ ليه عاملين حاجة دايماً بيننا وبين المدرس أو بيننا وبين البيوت الاستجابة دي مش حلوة يعني الناس اللي بيشتغلوا في المبيعات أو بيبيعوا وراحوا لحد هو رابط إيده كده مش هشتري منه لازم يديروا حاجة شوف العرض ده شوف الورقة دي يبتدي يفرد إيدي يبتدوا إيه؟ يتكلم لكن طول ما هو رابط إيديه كده طول ما الدنيا بيضيعوا وقته حاجة كمان في التفاوض إن طول اللي قدامك ما هم يدي وشه لك هقول لكو إزيه؟ لو أنت بتكلم حد والحد ده منكب كده عليك فده معناه أنه هو كير مهتم صح والغلط لو أنت عملت تقوله إيه؟ أنا شايف كذا وكذا وكذا وهو فكل ما تضغط عليه كل ما يجيب أكتر يعني تقوله لا السعر ده ما ينفعش هنازل يقولك مش هينفع معي إيه بس هو إيه؟ منكب عليك يعني يتحس إنه هو كل ما تضغط كل ما تاخد أكتر عشان الشباب لما يروح يخطب كل ما بابا العروسة عامل كده وممكن تاخد فاسيليتز أكتر أول بقى ما يحط دهره كده وراء يقولك بس خلاص ده اللي عندي ده بقى معناه إيه؟ جاب أخره مش هتقدر تضغط عليه أكتر من كده دي مهمة في التفاوض إنك تقرأ البادي لانكوش بتاعت اللي قدامك نعم لما يبقى حد قاعد ورجله في اتجاهك لو هو قاعد لو سي إن أنت قاعد كده وهو رجله النحيادي كده فهو كده إيه؟ منكب عليك أوي صح؟ ده معناه إنه هو متقبلك ومتقبل اللي بتقوله ما دي فيها ثقافة بس هو غالباً كل ما كان أنا جسمي كله نحية اللي قدامي كل ما كنت حباه ومتقبلة كلامه كل ما أنا بعدت بقى كده تقول ما هو سي بايد ضيع وقته صح؟ في بعض الأحيان بياخدوهم الثقافة لو خطيبة وخطيبة مثلاً أيوة أيوة لو هي حطة رجلها تجاه وكده ده معنا إن هي حباة هم ممكن يترجموها إن هي مش محترمية لكن بدأ رجلها نحيته مش نحية الباب ده معنا إن هي حباة لو رجلها نحية الباب اتلاقوا مثلاً في المحاضرات أول ما الناس تزهق يبدأوا يحطوا رجلها على رجلها نحية الباب ده معناه إنهم عايزين يمشوا من الله شعور أوكي؟ لا لا أنت طبيعي بتبقي بصاله وكل اكتجاهه لا فيه ورا عن ورا يفرق يعني بصي فيه الأعداء المستقيمة دي صح؟ فيه إن أنا بإيدي نحياته بوشي نحياته واخد زاوية ميل حتى لو صغيرة نحيته غير إن أنا رامي نفسي كلي ورا كده بتفرق مش فرقة أنا البابة هو لا أنا كده فوق يعني اللي قاعدين كده عايزين يطلعوه هتبرج ليوم الشمال اللي فوق لو حضرتك عايز تمشي هتبرج ليكي من اللي فوق لأن الباب إن أحياني إلا لو كنت عايز تطلع من هنا عاملين كمين بابين حسب الباب إلا أنت عايز تطلع مني وفي بعض الأحيان بقى بيدخل فيها ده الثقافة الثقافة الفلاحين والسعايدة على فكرة لازم تعرفوا ده إن الناس مش بتتخلع من جزرها خالص واللي أصلهم ريفي ما بيستريحوش غل لو جوزوا حد أصله ريفي واللي أصلهم مدينة ما بيستريحوش في العيشة غل لو جوزوا حد أصله من مدينة مش حكاية حد أحسن من حد دول طبع ودول طبع حتى في الأكل يعني بتوع الصعيد لو جي حد يقدم لحد سمك يبقى مستهتر به هم ثقافتهم كده لو رعوا في اسكندرية مش هيتفقوا مع الاسكندرانية في الأكل هي بالنسبة لها الأكلة المفضلة السمك هو بالنسبة له السمك ده السهتار أبسط حاجة فده برضو في الثقافة ساعت لما حد بيحط رجل على رجل مهما أقنعته بقى الندى حب مش حب مفيش هو في دماغه الندى مش اهتاق أيوة أيوة طبعا هو في دماغهم كده فده مش هنقدر نغير إيماءات الدراع الموقف ده تفسروا بإيه زهقانة أو زهقانة موقف سلبي لأنها حتى قديها أصاد إيه سدراها موقف دفاعي وحتى المنطق لو دي قاعدة مع أحد وكمان رجلها نحية الباب وما كانتش من الفلاحين ولا مستعيدة ده بيضيع وقت لأنها حتى حاجز ورجلها نحية الباب والمج كمان بينها وبين أوكي وكمان إيه ده ديها اليمين اللي شغالة يعني حتى لو عندها مشاعر سلبيها هي كبتها عارفينها دي على فكرة زي ما الاستجابة دي بتاعت الرجالة انسحبت ما عادتش موجودة الاستجابة دي برضو من البنات ما عادتش موجودة ناديرا بتشوفوها اللي واحدة ماشي عاملة كده كان زمانة ايه من رواءان يعني هما كانوا الرجالة بيعملوا كده والبنات بيعملوا كده أيوة أيوة دلوقتي ما عادتش خلصت خلاصة الاستجابة دي استجابة ايه تعرف هذه الاستجابة انها استجابة جاذبة للرجال لانها تتظهر بالضعف انها هقع فهو الراجل بيفرح لما يشوف ست ضعيفة او بنت ضعيفة زي بيقولوا هي جاية لما ساعات الطائر يمثل ان جناحه مكسور نفس ال ممناج ده برضو تحيس انها شوية ترقى بقى بني قدمة من الحركات دي عندها بادي لانجودش رائي ايماءات الرأس الرأس لها ايماءات لقوا ان فيه استجابات على مستوى العالم ان دي على مستوى العالم يعني لا وخدوم البيبي الصغير لما بيجي يأكل و مش عايز يعمل كده فقالوا دي استجابة بيتعلموها الاطفال وبتفضل معهم على مستوى العالم وان دي برضو على مستوى العالم يعني او الاستجابة بتتحدث عن نفسها دكتور مصطفى الفئي ها ما لا المركز في حاجة مملة مش مركز اصلا كل ما انا استسلمت للجاذبية الارضية كل ما انا خلاص فواضح ان حد ده في جامعة الدول العربية وحد بيتكلم مش عاجبه فهو راسه تعبت انها تقف لوحدها فحطت ايده عشان يسندها تقع ومازالك برضو بيتكلمه ساعات مش عارفة دي ده جميل لا لو شفتين ده ضحوك حد كويس قبل هو سين ادراسه هو سين ادراسه نعم 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 ان انا لو سيبت راسي هتقع. امتى لما سيب راسي هتقع? ان انا زهقت. اوكي؟ شيل دراعه. امش بتكلم على وشه. بتكلم ان راسه هتقع. القاعدة دي بتعجز البنات. عشان العضلات بتاعت. في حاجة مهمة. ان انا لو استجبت اللغة الجسد بتسيطر علي. دي مهمة قوي. يعني لو انا في محاضرة والراجل بدأ يطور وقعدت كده هناك. لو انا صاحية مش مبسوطة ولبست سويت وما حطيتش ميكوب ولميت شعري طول النهار هيبقى حزن. لو انا حزينة ولبست روز وحطيت بيرفيوم وحطيت ميكوب لطيف ونزلت اغني. اقول انسى الدنيا وريح بالك الدنيا هتتحك. انا هستغير مودي. اكسر مود الاكتئاب اللي انا فيها. فبتفضل في مود الاكتئاب فترة. تستجيب لمود الاكتئاب. اوكي لا انا لما انا متضايقة ما استجبش اللغة الجسد بتاعت الدين. لو انا زهقانة. اصلا ده ممكن حد مهم بيتكلم. لو الصورة دي دي لقطاتة لو حد بمهم بيتكلم مش ظريفة. انتوا اخدين بالكم. وفي مشكلة كمان ان في بعض الناس بياخدوا الحاجات بمحمل شخصي. عندهم مشكلة في الذات. يعني انا بدي المحاضرة مثلا ممكن حد يمشي. انا في الدماغ اللي يمشي يعني قطر خيره ان هو جاه. وانا سعيدة انه شفته. اكيد ورا حاجة. او ما وراهوش وعايز يروح ينام. حقه. او هو مدي نص نفسه نص ساعة. مالوش دعو بي. في ناس مش كده. في قولك ايه بدل مشي انا مش عاجبية. لو انا بقى دكتورة جامعة واللي قدامي طالب وحطت في دماغي ان انا الطالب ده مش عاجبية يسأل علي. وممكن يستقصده. فانا مش لازم دايما استجيب للغات الجسد السلبي. ابقى وعية بلغة جسد. فلو حد كده بقى ممكن ينام وممكن بدل مش واخد وضع السرير. ممكن يبقى نوم له صوت. فاكيد يبقى موقف مش حال. حاجة كمان. مش احنا قلنا ان اللبس جزء من لغة الجسد. لو انتوا بصيتوا الالوان البدلة بتاعتو. وحمر. هو واضح ان هو في اجتماع الجامعة الدول العربية لان ورا عالم السعودية. فانا طبيعي. يعني صورة بتقول ده. وكونوا لابس اللبس القومي بشكل كويس. ان هو المفروض في المناسبات القومية احنا بنلبس لون العالم بتاعملنا. اللون القومي بتاعنا. نعم. في ازاي. يعني لو انا. انا اللي بتكلم في موضوع سياسي. او انا مرشحة انتخابات. او انا طلع في 23 يوليو. او في 25 يناير. فانا بتكلم في حاجة خاصة بالبلد. فلازم قلبس لون البلد. عشان ابقى وعي انا وقفة فيه. فيه ناس ما تبقاش وعي هي وقفة فيه. ولا بتقول ايه. احنا عالم. ليه كل الناس. بيلبسوه. لو انت شفت معظم لبس. الرئيسي الامريكي هتلاقي لون عالم بلد. ورئيس ايطاليا لون عالم بلد. ورئيس فرنسا لون عالم بلد. لان انت بتمثل دولة. انت بتمثل نفسك. انت مع نفسك يلبس اللي انت عايز. هل ينفع لبسك ده مهما انت لفسه عشان مريح. ينفع تحضر بيه فرح. ينفع تحضر بيه ابتحان شافوي. لا. هيفرق. ولا انترفيو. لازم ابقى انا وعي انا راحة فين. لان انا لبسي ده بيقدم ريسير. يعني انا لما شوف حد لابس اردي ولابس كوتشي غير حد لابس كلاسيك. اللي لابس اردي و كوتشي شخصية بتحب الحياة. اهم حاجة عندها راحتها. ممكن انها ما بتحبش الكيود. ممكن بتتأخر عن مواعدها. لما لاقي حد لابس فورمال لا ده حد ملتزم. وحد بروفيشنال بيبدوا بالمظهر ده. وبعدين لما انا روح مقابلة رسمية. لازم ألبس الوان مع لهاش خلاف. يعني ما روحش مثلا ماينفعش تروح لابس تشيرتي بينك. ماينفعش. لان اللون البنبي للرجالة في ناس معاه ونص ضده. لاحمر للرجالة في ناس معاه ونص ضده. لكن لو لابست كحلي في لابني. ماحدش هيقولك ايه اللي لابسه ده. لو لابست اسود. لون ملوش حكم. بالنسبة للبنات. ماينفعش هربس احمر وراح مقابلة. ماينفعش هربس اوف شولدر. ماينفعش. لان برضو اللون عليه ايه؟ عليه حكم. ألبس ليبس عادي. ولقوا كمان ان انا لازم ازهر طويلة. طويلة. عشان كده حامليني منصة هنا. عشان كل ما كنت واقفة على علي كل ما كنت بسيطرة. كل ما ديتلي اللي قدامي احساس ان انا ممكن اسيطر. لقوا في شارع وول ستريت. وده شارع المال والاعمال في نيويورك. فده مجتمع البورصة مجتمع مبني على الثقة. لان ساهم الشركة انت بتشتري ساهم في شركة. فكل ما وثقتي في الشركة كل ما اشتريتي. كل ما حاسيت ان الشركة مش قد كده. لقوا ان كل بوصة زيادة قصدها دولارات. يعني الرجالة الطويلة كل بوصة زيادة. هم احناك في امريكا طول بالبوصة مش بالمتر. فلقوا كل بوصة زيادة قصدوا دولارات في المرتب. فعشان كده الرجالة مثلا او البنات لما يروحوا في شغل. يعملوا يلبسوا لون واحد. لون الواحد بيتطول. 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 لا مش شرط تكون. بس اللون الواحد بيتطول. وكل ما كان اللون سيدة كل ما كان احسى كل ما كان محدد اكتر. غير ما يبقى حد يلبس سيدة غير ما حد يلبس مش هجر. فلما كون مقدم اراحل شغل ويبقى له شكل. لو بنتي تلبس بكعب ولازم حاجة مقفولة من قدام. ما ينفعش تبقى صابع بينه. وما ينفعش أحط بيرفيوم حاد. ممكن اللي قدامي عنده حساسية. ممكن ما بيحبوش. ممكن مرتبط معاه بذكرى سيئة. ممكن كان بيحب واحدة ولا خطبته والسابها بتحطي نفس البرفيوم. وخلاص كده هترفدي. من قبل ما مساك. اه ساعات حاجات مرتبطة بخبرات سيئة عند الناس انتي متعرفيهاش. متعرفيش. فنبقى عاديين. وأول ما نقعد في المكان. المفروض نقعد للأربع أطراف سبتين. يعني ولا قدية بتتهز ولا رجلية بتتهز. خالص. أقعد لأربع أطراف سبت. وأبدي إعجابي بحاجة في المكان. بس الحاجة تكون إيجابية. مش حاجة بعيزة أقوله حلوة. يعني شيك قوي الفانوس ده في رمضان. متخيدين؟ فأقول حاجة لها ارتباط. وبعدين بتيجي الكل. شكرا. 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 لو سألني بقى. أشرب حاجة ساقعة أو حاجة سخنة. أشرب إيه؟ على حسب الجو. على حسب الجو. على فكرة لغة الجزء ما هشدعها بالجو. يعني رأس ما تلبس بادلة. كده الدنيا حارة تلبس بادلة برد. كده كده المية عادي. أشرب حاجة سخنة عشان يديني وقت قاعد معاه. لو أنا شربت نس كافي مثلا. فممكن هاخد وقت. على ما كوباية تخلص بقى. غري القهوة. فهو يديني مثلا. لو أنا قدام وراي خمسين حد. فلو أنا شربت لمونة أو حاجة ساعة. هشرب بسرعة وامشي. وبعدين على فكرة. لقوا أن أنا أشرب أو أكل مع حد بيعمل ودي ما بين الناس. يعني أنا أشرب أحسن ما أشربش. إلا لو كان بخيل ده قصة تانية. بس لو أنا شربت معاه أو كلت معاه هيبقى بيني وبينه ألف. عيش وملح. وهتول ما أنا قاعدة هيديني وقت. لغاية القهوة أو النس كافية خلص. غير لو طلبت الأمون خلص. هيتوقع أن الوقت هيبقى صغير فقدر أتكلم براحة. أوكي؟ ده زمال كوي متعص. ده مرتبطة من نتائج المباريات الأخيرة. يا يونين يا يونين. نسبة الكوية. على فكرة من الحاجات برضو ما ينفعش أتكلم فيها في المقابلات الشخصية. السياسة والدين والرياضة والسيكس. الأربع حاجات دول. أرس في ناس هابلة ممكن تتكلم في أي حاجة. فالأربع حاجات دول ما تكلمش فيه. أي يعني. وأنت مع حد ما تعرفهوش مع حد أول مرة في مكان عام. لأنه ممكن حد متعص ياخد حكم. ممكن حد متعص ياخد رأيك طبيعي. أنت حاولي تهرابي. أنت ممكن تهرابي. ما تدلوش ولا سلبك. ما ممكن تفكيرك دايب عكس تفكيره. ما عادي أنا بشجع المنتخب. بشجع اللعبة الحلوة. أي بشجع اللعبة الحلوة. أنصاف الحقائق تريح. الشخصية القوية بتبان جداً من لغة الجسد بتاعتها. الشخصية القوية دائماً تسلك لغة جسد مقاومة للجاذبية الأرضية. ما بيسيبش نفسه للجاذب الأرضي. يبقى ضهره مفروض مشدود لورا. لو نظر المدرسة القرباءات زمان كان بيحطوا قديم وراء ضهرهم. عارفين انتوا الماشية دي؟ معظم نظار المدرسة أو الناس الكوات في الجيش بيمشوا كده. ده فاتح سدره. من غير كده بقى في السدره. كده فاتح سدره لأي حاجة. فهو حد مش خايف. فكل ما أنا عملت استجابات مقاومة للجاذبية الأرضية. كل ما أنا بقيت شخصية قوية. وظهرت بمظهر شخصية قوية. كل ما أنا استجابت للجاذبية الأرضية. كل ما أنا ظهرت كشخصية ضعيفة. أنا بنصح إن أي حد مجهد يروح ينام. يعني أنت لو الواحد مجهد ممكن يعمل أي حاجة. كام حد قبل ما يطلعه اللي هو دليت فور قول في الواتساب ده. كام حد بعت لحد رساله بالغلط. كتير. كام حد بعت لحد إيميل بالغلط. فلما أنا بحس إن أنا مش قادرة أحط الجسدي تحت السيطرة. ده أنا مش قادرة أحط عقلي تحت السيطرة. فانسحب. قبل ما هو يجبرني على الانسحاب. لأن فيه ناس في الآخر بتقع من طولها. ده بيجبر جسمه على الانسحاب. فأنا لما حس إن أنا تعبانة أنسحب. ما فيش معنى إن لو أنا عملت شغل تحت ضغط وأنا تعبانة. هغلط ممكن أخطأ خطأ لا يختفر. وما فيش حاجة. يعني المفروض صحة الإنسان أولوية. عن ولاده وبيته. لأن أنا لو ما عنديش صحة مش هقدر أرعي ولادي. فلو أنا تعبانة مش قادرة أحضر عاشة. معلش أتعشوا أي حاجة. لو أنا دست على نفسي وحضرت عاشة. تاني يوم متاعة ممكن ولا فطار ولا عاشة ولا غدا. إن أنا مقدرتش أومي السرير. ممكن أقعد الدكتور يقولي أعودي ثلاثة أيام. يبقى أنا يعني خمس دقائق كده أسحب نفسي وارتاح عشان أقدر أكمل. لكن لو أنا حسيت إن أنا مش أقدر أسيطر على لغة جسدي. لا لازم أنسح. ما حدش إيه؟ يعني لو أنا اختفيت من حياته. حياته ما تمشي إزاي؟ أوكي. في عاشة ياخد ساعة. صح؟ وفي عاشة ياخد خمس دقائق. وفي عاشة أبعث أجيبه. لأن أنا لو الفلوس اللي أنا هوفر لنا أبعث أجيب بها عاشة ممكن أجيب بها دول. دايما الحياة فيها اختيارات. وفيها بدائل. وبعدين في حاجة مهمة. إن أنت مهما ضحيت لللي قدامك وما قلتش لللي قدامك إن أنت بتضحي عشانه. هو بيعتبر ده وظيفة. والآخر بيقول ده وظيفتك كأم إن أنت تعملي العاشة. هم مش حاسين أنت تعبانة وإنت وقفة. لو أنت يوم قلت لهم أنا تعبانة. اتصرفوا هاتوا حاجة أو طلعوا من الغد من التلاجة أي حاجة عملوها. هيحسوا بقيمة العاشة اللي هتعمليه بعد كده. أي حد تعبان لازم يستريح. عشان يقدر يكمل. عشان مصلحة اللي معاه. في اللغة الجاسة زي ما قلنا إن اللي بيميلوا لللي قدام بيبقوا كير إن هما يسمعوا. لما بيرجعوا الورى بيبقوا خلاص إيه زهقوا من الكلام اللي بيسمعوا. يبقوا عايزين يمشوا إلا لو كان ظهره واجعه أو الغدروف واجعه. ما برضو ما استعجلش. لو هم ينقروا كده يبقوا متوترين. لو بيشيروا الخاتم ويحطوه متوترين. وفيه ساعات بينقلوا على فكرة إحنا بننقل حالتنا النفسية. يعني لو حد قاعد معاك وبيهز رجله كده هيوترك. يعملك تصرب مجداني للقلق. زي واحد من دايق قاعد فوسطين. لو حد من دايق قاعد هتحسوا أن انتوا كلكم بتضيقين. واحد بيدخن ده بيطلع الدخان. لكن بقولك دي حاجة غير مرئية. زي موجات الموبايل دي اللي انت بتشوفهاش. يا لو حد قاعد وهو مكتعب بيكئب الناس اللي حواليه من غير ما يدروا. انت غير ما تحسي تلاقيك مش مبسوط. زي ما بنحضر حفلات لايف. ممكن المطرب ما تكونش قد كده ولا البندا قد كده. بس إحنا كلنا بنبقى مبسوصين فمن روح في موت تاني. لأن احنا في جوه كله طاقة إيجابية. كل إنسان في بعض الأحيان ساعات في حاجات بتبقى لازمة. او هو متعود. زي اللي متعودين من رأس الانتداء ان هم يربعوا قديهم كانوا طلبة ملتزمين. هكيد كنت تلاقي من الأوائل. لا المربعة دي. صح؟ او اللي يحفظوا القرآن. او اللي بيتهزوا كده بيقابروا ساعات من حفز القرآن. كنت تلاقي من الأوائل بأن انت لسه ملتزم لحد دلوقت. فكساعات بالإنسان بيبقى له لغة الجسد كمان. ممكن اللي جاية مستقافة بتاعته. زي ما قلنا أنا ممكن في الصعيد. او في الأرياف اللي ماينفعش. مثلا صغير يحط رجلة على رجلة قدام حد كبير. ده كمان ايه ماينفعش إن حد يقعد. وحد كبير جاي. مهما كان سنه. يعني أنا فاكرة مرة كنت في قنا وكنت بكلم حد عنده حاجة وخمسين سنة. مرة واحدة لقيته تنطر مش وقف واقفة عادية. مرة واحدة تك كده. وأنا بكلمه. فلقيت راجل عجوز معدي. وعنده حتى يعني عنده شلل رعاش. كبير في السن. فقال لي كبير العيد. ماينفعش يعدي. واحنا قاعدين. لحد دلوقتي الاحترام والعادات والتقاليد دي عنده. احنا عندنا مش موجودة عادي. يا ممكن باباك يدخل وانت بتلعب في التابلت زي الفل. عادي جدا عادي. دي ما متعبرش على عدم الاحترام ولا حاجة. هم مترابين على كده ولسه على كده لحد دلوقتي. هما في دمخهم ده مش تعبير عن عدم الاحترام. بنتبخوا معادي. في حاجة كمان فرقة. الجيل اللي فات كان الفرق بين الأب والأم صغير. فعشان فرق بيني وبين بنتي خمستاشر تمنتاشر سنة. كنت باملة ده بفجوة الاحترام. لازم يقول لي حضرتك لازم يتنطر وانا معدية لازم يسكت لما خلص كانت. دلوقتي الفرق بيننا وبين ولادنا نوعا ما كبير. فمهما قال يعني احنا حاسين فرق السن ده عامل طمأنينة للأباء. ان ابنهم مستحب يجيبهم. حتى لو ندالهم بأساميهم. حتى لو مددوا هم ما قاعدين. حتى لو ما وقفشوا هم بيكلموه. حاسين ان فرق السن ده حاطتنا في مطقة أمان في القصة دي. لكن زي ما لقى الفرق كان بيبقى صغير. يعني عرف حد فرق بينه وبين مامتو خمستاشر سنة. دلوقتي لقى الفرق تلاتينات. ما جيبش بقى أم عندها خمستاشر سنة. عايزة تعمل احترام بينها وبين ابنها لان السن مش جايب. ماشي. ان احنا تغيير سلوك الفرد مع اهتمامنا بلغة الجسد ايه نفسها. احنا لازم نركز مش مع لغة الجسد بس نشوف ان لغة الجسد دي بتتغير ازاي. يعني كل سلوك له لغة جسد خاصة دي. احسن لغة جسد. البيور اللي بناخدها. بناخدها لغة جسد ساعة الايه بقى. واحلى كلام. ساعة ايه. احلى كلام. ساعة العصاري. ساعة الغضب. الانسان وهو متعصب بيطلع كل اللي جواه. طول ما هو هادي طول ما هو مرسوم. طول ما هو اتيكت. نظر حقيقة. وهو جعان تلاقيه كل على طبيعته. وهو لما يستفز. طبعا الواجه بيدي اكبر رسالة من رسائل لغة الجسد. طبعا الواجه بيدي اصابع بيبقى الناس ايه صبرها نفذ او الناس متوترة. طبعا الواجه بيبقى الواجه بيبقى الواجه بيبقى الواجه بيبقى. زي ما قلنا ان ايه جزورهم الاجتماعية. تاني حاجة رأى. ان احنا ناخد ثقافة الشخص بعين. ومعتقداته بعين لا اعتبار. وان لغة الجسد بتتأثر بالحالة اللي ات. دول تقريبا التلات حاجات المهمين اللي احنا قلناها. اوكي. المفروض احنا ننطقي لغة الجسد الجيد. يعني مش بانتشار لغة الجسد معناها انها لغة جسد كويس. يعني لو انتوا رأبتوا لغة جسد الامريكان مع لغة جسد اليابانيين مين اللي بيقدم لغة جسد أركة؟ طبعا احنا ليه ما مستخدمش لغة جسد اليابانيين؟ ليه لما حد يدي لحد حاجة ما يدهلوش كده؟ ليه لازم ايد فوق وايد تحت؟ طبعا احنا بقى المفروض ننطقي. يعني المفروض الشباب الواعي ينطقي لغة الجسد الراقية. صح؟ ما هو المفروض طبيعة الاشياء ان الكويس هو اللي يسحب الوحش. مش الوحش اللي يسحب الكويس. فالشيء السيء ان حتى في لغات الجسد السيئة هي اللي تمتشر. ما بينزلش اللي اللي عايز ينزل. اللي عايز ينزل. ما حدش بنزل حد غصبا عنه. بس احنا في ثقافتنا المفروض ننطقي لغة الجسد الجيدة. يعني لما ندي حد حاجة بلاش نديهله في ايده. وما تبقاش تبقى ايد فوق وايد تحت. نديهله كده. لا بيدهله كده بيدوها على الترابيزة. ما بتبقاش ايده فوق. قصة ايد فوق وايد تحت دي مش حلوة. بتديهله كده. بتديهله من تحت الفوق. يبقى ايده هو اللي فوق. لان طبيعي اللي بياخد بيبقى في موقف اضعف. اللي بياخد اي حاجة. ما احنا نرتقي بقى. ما دي فايتة اللي بيعرف و اللي ما بيعرفش. نحنا نرتقي. نرتقي بلغة الجسد. هيعرضلكم بقى شوية صور. نحاول ايه زي مراجعة كده للمحاضرة. نقرى لغة الجسد. ده اردوغان. وده طبعا ملك الاردن. غضب. غضب. واستحكار. وقرف. يعني بيبصله نظرة كلها كراهية. لا الشخص نفسه مش عجبه. يعني ممكن ده مش بيتكلم. بس الشخص كله مش عجبه. بيبصله. لا بيبصله هو. بيبصله هو. عشان كده بقولك المفروض. وخصوصا دلوقتي الأفراح بتتصور. وحفلات التخرج بتتصور. وحفلات كل حاجة بتتصور. فكل واحد يبقى كير من الحاجات اللي زي كده. لان احنا شفنا فيديوهات كده في أفراح. كل حاجة. يعني يوهفتو بي كيري يعني. يعني حركة زي بها متصورة. ده كده مش. ده دور بيمثل بلد. يعني الدنيا كلها مش عجبه. ممكن في الحركة دي وشفايفه مضمونة فعلا. ان هو بيتكلم وده مش. مش عاجبه اي حاجة أصلا. لا يركز كده. بساطة. والله احنا عندنا كم شخص. واحد اتنين تلاتة. اربعة واحد خمس مش باين. والستاد ستاير رقبته مش شايفين. اوكي. ها. طبعا ان عبد الناصر قاد على كرسي. وده شخص بسيط جاي له. قاعد على السجادة. هو ده في وضع بيطلب حاجة. فانا لما بطلب حاجة باجي من الجنب. لقوا ان الناس اللي في وش بعض كده. لو انا قاعدة في وش بعض. بكتبي في وش مكتب حد. بطول الوقت بتدي علاقة ندي. وما للعلاقة الصحة ايه؟ انها تبقى زاوية 45 درجة. دي علاقة التعاون. عشان كده لما بقى عاملة عاملة. وبعتذر بصغر نفسي كده. ماينفعش اعتذر. وانا رحله من وشه كده وبكلمه. يحس ان يهاجم عليه. عشان دي مش كده كده للناس الطوال. يقولك داخل هاجب علي. هو شكله طويل. او لو لابسه واحد كمان كارسة فيجيله من الجنب. او يجي ويعد. فهو عشان بيطلب حاجة. هو خد الشخص اللي بيطلب ده لغة الجسد الزكي. حسس عبد الناصر ان هو فوقه. وان هو مسيطر. فمش واقف. وانا ضعيف وانا محتاج. ومحسسه بالانكسار والضعف. حلو الكلام. وعبد الناصر بايده اليمين بيطبطب عليه. ايده الشمال بقى. هو غالبا دي ما كانتش شغلة عبد الناصر. دي شغلة ناس تاني. يعني. لا قصد بيقرره دي ما اكيد مش عبد الناصر اللي بيقرره يا. ايوه هو عايز حاجة. هو شكله بيطلب حاجة. عنده مشكلة. وعبد ان انت تحطي ايدك على كتفة حد دي بتحسسيه بالامان. وبتحسسيه بالاطمئنان. المشكلة بقى مش في الايد اللي على كتفه. الايد التانية. الايد التانية لعبد الناصر فين؟ ماسك ايده. فكرة ان حد يمسك ايد حد بتدي احساس بالسيطرة. يعني انا اعتقد ان في سننا ده محدش يسمح لحد يمسك ايده كده. هي اهو من قيدك ادمى مع صند. اي حد هيعمل دي كده هعمل له كده؟ هو متعود محدش يلمسه. بس هي فكرة ان انا امسك حد من هنا دي. دي مسك بدايق الخلق. تحسي بايه بقى؟ تحسي انك مخنوقة. تحسي انك مخنوقة. الناس المسيطرين دي مسكته. الشخصية العسكرية مسيطرة طبيعي. عايز اقول لكم حاجة. السيطرة مش وحشة. لان انا محتاجة تطش سيطرة. يعني الام لو ما سيطرتش في البيت. البيت يبوس. الاب لو ما سيطرش. لو المحاضرة ما قدرتش يسيطر عليها. السيطرة مش معناها قوة. معناها ان انا مؤثرة. ان انا بسيطر على الناس ممكن بالحب. بس لازم الشخصية فيها تطش سيطرة. ففيه كليات بتدي تطش سيطرة ده زي كليات العسكرية. لو اي حد مسك شغل ما فوش تطش السيطرة ده ما ينفعش. احنا حدا ما نستريحش لو كان اللي مسك الشغل بتاعنا حدا مش مسيطر. لانه مش صاحب قرار. عيوة الجيش صاحب قرار طب. بصرف النظر هي المسكة كلغة جسد. مسكة ايده الشمال دي فيها سيطرة. احنا بنحلل لغة جسد شخص. يده انتحنوا ويده سيطرة. مش عشان بنحنوا عليك مش مسيطرين يعني. ده استادات. ده من اسكة رجال على مستوى العالمي. في الوقت ده عايز اقولكو حاجة بقى. في الوقت ده الناس كانت بتتصور بمزاجها. غير دلوقت. هو عايز يتصور كده. بصرف النظر انتشار الصورة دي. اسمعني بس. هو كان عنده استراحة في المنوفية واستراحة في كذا حتة. الفكرة ايه. هو عارف يتصور ازاي. هو عارف ان الشعب بيحب الدين. فاتح المصحف. بيحب البساطة. قاعد على الارض. دايما كان بيتكلم عن اخلاق القرية. لابس جلبية. شخصية قوية. ظهر مستقيم رجل عسكري. اي ان كان. المشكلة مش مصور فين. مفيش حد يقدر يقرب. من رئيس مؤسسة مش رئيس دولة. ويصوروا كده. وهو لابس هدوم البيت إلا بمزاجه. حتى لو افترضنا جدلا. طيب طيب بس. لو هو مش رئيس. اللي طلع الصورة دي. اللي طلع. اكيد تصور برضو بمزاجه. بس. ده اللي بتقوله الصورة. فهو حد عارف يتصور. سؤال بقى. في المفاوضات. القصة مش البيتة. القصة تصور ازاي. استداد لبس كرافات. عليها. علامة النازية. المعازية للصاهيونية واليهودية. تفتكروا بقى. ليه استداد لبس الكرافات. ضد اليهود. السؤال. هل انا وانا بفاوت حد. هل هاخد منه الموقف العدائي ده. ان انا لبس كرافاتة بتاعت عليها شعار الناس اللي ولعوا فيكم. حتى لو المحارك مش حقيقية. حتى لو ده اعلام. الا انش لصليب المعكوف بيفكرنا بدا. فهل تفتكروا. ان هو لبسها ليه اليهود. انا اعتقد ان الصليب المعكوف ده كان لبسه للعرب. مش لليهود. فهو اكيد قال لي اليهود ساعتها. معلش انا هلبس الكرافاتة دي عشان بس. اجيب لكم كم دولة عربية كمان. وكان مظبط. لان الكرافاتة دي كافية. انها تلهي المفاوضات. كانش يبقى فيه كم ديفت من اصل. اذا كان انت جاي وبتحاطة شعار الناس اللي. تتفاوض معانا على ايه. فهو من ذكاؤه. اعتقد ان هو لبسها للعرب. على اساس يقول للعرب ايه. انا ما زلت معادل ايه. لليهود. ومعادل استهاينة. الا ان انا باخد ارض. ده مش ذكي بس. ده كذا هبيزة بصراحة. الصورة دي. ها. الامير ديانا. الامير تشارلز. والسادات. ساعة واحد وثمانين. ها. يا جام من مين بمين بقى. غالبا النظارات. تدي. للي قدامك لما تبقي حد لبس نظارة. بتحس ان هو شخص قوي وشخص ذكي. والوكر. فهو مختار لوك رائع. الحركة دي عند الستات زي الحركة دي. الحركة دي. بيقولوا فيها براءة زي حركة الاطفال. ديانكت اصلا مدرسة رياض اطفال. مدرسة اطفال. تقريبا خلت الحركة دي منه. الاطفال الصغيرين بيميلوا رأسهم عشان يشوفوا الناس. فهي لما بتميل رأسها بتبقى اقصر. فاللي قدامه يحس انه مسيطر عليها وتبقى نظرتها الفوق. يبقى كأنها طفلة. وده بيقولوا سبب سر نظر الديانة السحرة. إنها بتميل رأسها وتبص كده. فاللي قدامه طبعا يحس انه مسيطر. مش بطولة. الامير تشارلز ده المفروض جزء. يعني انتو لو قطعتوا. بصرف النظر عن الرئيس بتاعنا. لو انتو دول مستحيل ناس يكونوا في افشقة واحدة ولا في قصر واحد. ولا في مدينة واحدة حتى. ده مش طيقين بقى. عينيه مش جايباها. مش جسمه بس يعني. هو لو ممكن انا جسمي كنت جاه وبقى بعيد. بس جسمي تجاه اللي بحبه. او تجاه اللي انا حاسة انه حتى مني. او اللي انا بتربطني بيه علاقة. لكن لا ده هو كده في دنيا تانية. حتى مش بيبصر. فلو انتو بصيتوا تعرفوا طبعا ان الحياة منهم كانت جاهين. لا ما هو. انت ما تقدرش تقول علاقته بالثلات ايه. إلا انه مدي ظهره للاميرة ديانة. لما عشان نخلي بالنا من لغة جسدنا قولنا اول حاجة ما نخلي رسل راسنا ايه. تميل. إلا لو كنا في موقف زيانة. لا تميل كده او تميل كده. هيدي احساس لله جدامي. او انه ظهري متني. او ان انا اصافي حد. عارفين فيه ناس يصفحوا. المصفحة دي مهمة جدا. انك تسلم على حد كويس. فيه ناس يسلموا على حد بيديهم لتنين. وفيه ناس يسلموا على حد بيديهم على كدفه. بتدي احساس بالحاميمية. وفيه ناس بيسلموا على حد ويشدوا قديهم. يعني ما تقربش. احنا المسافة بيننا كده. كل ده بيدي رسالة. لما سلم لما انا بقى راسي متنية. انحناق في الراس. وضهري كده. وبعدين وبسلم كده من غير نفس. ده هيدي احساس بالله قدامي. ان انا مش واثقة بالنفسي. او مش حزمة بقراراتي. لازم انا يبقى دايما ضهري مفروض. عشان كده التاج كمان وظفته للمالك. انه دايما بيخلي راسه مرفوع. لقى انه لو وطح يا ايوح. هيكسر رقابته اصلا. فلازم يبقى كده. ناشف ايدك. ما تلاقيك انت سلمت عليه وانت مش بسس نحيته كده. الضغط الزيادة على الايد بدي احساس بالعدوانية. لو انت ضغطت على ايدي اللي زيادك زيادة. فيتحس ان هو شخص عدواني. ساعات رجالة ما ياخدوش بالهم. لكن الستات مهما ضغطوا ايديهم ضعيفة. لو انا كل ما حد يكلمني بص في الساعة. او اسيب مسافة كبيرة بيني وبين اللي بيكلمني. مش مسيطر او ان انا بص على الارض. ده معناه ان انا ايه؟ زهقة او انا عندي احساس بالله. مبالاة. لو انا قربت من زميلي زيادة في الشغل. او استخدم حاجتهم. دي بتفرق من حد لحد. او 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 ا عادي. فلو حد عنده يعني فين حاجة يعني ناس ايه يقولوا يقطهم جمل على قد مصطلحنا يعني اي حاجة عنده بيعتبرها حاجة شخصية. جزء من شخصيته. كرسي اللي قاعد عليه ده كرسي من شخصيته. المجي بتاعي ده كزء منه. فانتي تطوالتي عليه. فانا ما ينفعش ان انا استخدم حاجة حد. او ان انا ارجع. انا بديله الخصوصية بتاعته. وخصوصا بدل انا معرفوش. او اقرب منهم اول. ماشي. كهربهم. كهرب الادوات. يمسك الحاجة الكه. لا. لو انا اللي قدامي هقولك. اللي قدامي بيعمل حاجة. مش عجباني. وانا قاعدة معاه على طول. يعني واحد زميلي في الغرفة في المكتب مسلا. لا ضيف ده ساعتين وهيمشي. اوكي. لكن ضيف تلات ايام. لكن لو حد قاعد معايا في المكتب. فاحنا قاعدين مع بعض فترة. فانا قوله لو سمحت واحد اتنين تلاتة بيدايقون. انا ما محبش الكلام في الحاجات الشخصية. انا ما محبش حد يستخدم حاجة. في الاول هيقول هي غلصة. بعد كده هيعرفني زي من. لا. مرة واثنين. لا انت بتقدمي لغة جاسب. من فضلك. لو انت قلت لها بحدة. من فضلك. محبش حد يستخدم حد. هو مش هيستخدمها. بعد كده علاقتك هتصلح على ده. يعني هو في الاول هياخد موقفه يدعي. ممكن يبقى فكرة هاكي ومين تلاتة. بعد كده خلاص. هي والله يكويسها. بس هي في الاول خدنا عندها انتباعة كده. بس هي كده. بدل وصل لهي كده دي. يبقى انا وصلت مع العلاقة الصحة. لكن انا ماينفعش هو بيعمل حاجة تضيقني وانا سكتة. وعمل اخد في نفسي وسكتة. ده معناه. انا على طول الوقت علاقتي بيها تنهار وهو مش مدرك ده. هو مش مدرك. ويقولك هاو اتعصبت ليه وانا عملت حاجة. لان انت سايبها شهر. انا عمل ماين مدرك ده. هاطي بارفان بقى. هاطي بارفان. هاطي بارفان. ماشي. لو حد بيكلبني وانا بشتغل في الموبايل. بشتغل على الموبايل او بلعب بالتابقى او. ده معناه ان انا ايه? مش محترمي او مش مهتمة بي. من الاحترام ان انا بسهدي نفسي لللي بيكلمني لو انا ربطت قدية كده على صدري او حد بيكلمني وانا بسط الارض دي مش حلو قل لي انها في اسوان عادي انا مرة كنت بدي محاضرة لناس من العلاقات العامة فبقولهم ان انت تعمل اي كونتاكت بينك وبين اللي قدامك فرد علي ساعتها قال لي ايه انا مقدرش ابص في عين اللي قدامي خصوصا لو ست عندهم عيب في اسوان عندهم كده بس احنا عادي مش معنى انه بص في عينه انه بيحبني وانا بصت في عينه اني بيحبه عادي احنا عندنا في الكاهرة او اسكندرية عادي لكن في السعيد لهم ثقافة مختلف ثقافة ان الراجل قدام او ست ورا دي ثقافة جاية من المجتمعات البدوية لان المجتمع البدوي الصحراوي انت مش عارفة ايه اللي مقابل فهو من رجلته بيمشي قدام وبعدين هي وراه فهم احتفظوا بالثقافة دي على اساس ان معظم السعيد اصولهم من الجزيرة العربية فبقى الراجل بيمشي قدام وهي في الاخر تمشي ايه تمشوها بس احنا عندنا دا في المدينة العكس لازم الست اللي قدام وهي اللي تقعد الاول وهو اللي يفتح لها الباب العربية دا كده القصة مختلفة التمرمر والحركة الزيادة دا معناه ان حد منزعج او مش مستريح لو حد رسم على وش ابتسامة او ادى وش انت بتحكي في حاجة وهو بيدي ايماءات مختلفة ساعات بيحصل كده صح؟ ساعات الناس في جنازة تضحك مثلا انت بتحكي في الجنازات؟ سيطرك ببعض الاحيان دا مشاعرك بالقسى والحزن في الجنازة مشاعرك كذبة مش صادقكم بديقة زي وبتتحكي بديقة زي وبتتحكي واضح ان او ممكن بتبقى بعد اجهاد ما متحطيش مشاعرك تحت السيطرة او ممكن بتحكي في الجنازة واحنا صغيرين بس لما احنا كبرنا الوضع اختلف ما يفعش حد بالجنازة ايه تحكي؟ هي عاية يعزي بالتليفون بقى انت تعزي بالتليفون مطرحيش لحد لا بقول لها اه تعزي بالتليفون اوكي المهم ان انا بقى عارفة نفسي عشان موقعش نفسي في مشكلة لو غياب التواصل البصري ده معناه ان انا مش واسكة او بقلم الاحترام ان انا بكلمه مش بصة فعن ايه؟ يا اما باجدبي يا اما مش محترما الا لو انا مكنتش مستعيد يعني لو ضهري محني ان انا مش واسكة بنفسي او ان انا تعبانة من اجهات طول اليوم نشاطي قليل المصفحات الغلطة ان انا اتكة زيادة او ايه؟ لو انا صفحت حد وضغطت على ايده جامد ده معناه عدواني ما تجيله احساس ان انا عدواني ولو انا سلمت كده معناه ان انا مش مهتمة بيه فلازم اصبت سليم ولو انا نشفت دراي يعني حافظ على المسافة بني وايه؟ بني وبينك طبعا العبوس فيه حد اتكلميه يتلاقيه من غير ميادة كل ما كنا في وقت متأخر كل ما اخدنا لغة جسد بتعبر على الاحساس صح فده هيحس ان هو بالغضب او الايه؟ السلبية حد بقى بيلعب على طول بشعره او بيلعب بدومه وهو حد بيكلمه يبقى حد مش مستريح او القام ممكن بحكم العادة او منوية صغيرة من اعجابها بشعرها او انها بتبقى متقلقانة او مش مستريح بسيقى حدثها قليلة او تبقى هي قلقانة مش مستريح كزا حاجة او عندها ايه شرفش على ممكن في حد دي فايدة اليوتيوبات ان انا لما بسجل مثلا المحاضرات بتاعتي ساعات الايه لي لازمات في الكلام لازمات في الحركات انا مش وعية بيها فببتدي اشوفها وحوشها في المحاضرات الجاي انا هاخد بالي من ده فاحنا معظمنا ما بناخدش بالنا من ده عشان كده حتى في تحسين اللغة يقول ايه سجل لنفسك واسمع عشان تشوف بتنطق ازاي لو انت شفت نفسك وتصورت هتشوف يعني اللي كانوا في مناسبات فرح او خطوبة او 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 بتورينا اللي الناس شايفة انا مش شايفة من جوا نفسي يعني معظم لغة الجسد مقروقة من الناس مش مقروقة مني انا انا مش شايفة الناس شايفاني ازاي انا بعمل اللي بيريحني يعني لغة الجسد بتاعتي انا بعمل اللي بيريحني الناس شايفة ايه بقى ده مهم عشان اشوف الناس شايفة ايه لازم اطلع برا نفسي احطيني في شاشة التلفزيون فبتدي احكم فهي اكيد مش شايفة نفسها يعني ما بتشوفش نفسها كتير أو حركة من لها الشعور أنا ساعدت بيكم وأتمنى أن أنا أقدمت لكم حاجة مفيدة وأتمنى إن شاء الله أشوفكم بتادي شكرا